اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفترة الاخيرة وشاغل رأي العام في البداية عايز اعرف من حضرتك من هو صاحب التعديل في قانون الرياضة وايه الاسباب اللي دفعت الشخص الصاحب قرار التعديل انه يعدل قانون الرياضة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية انا سعيد جدا ان انا موجود في قناة النادي الاهلي سعيد طبعا ان انا اكون معك النهاردة ان شاء الله وبقول ان قانون الرياضة اللي هو رقم 71 سنة 2017 ده من القوانين المحترمة جدا واللجنة الشباب ورياضة بزلت فيه جهد جبار مع اللجنة التشرعية في مجلس النواب وطبعا اي قانون مع الممارسة على ارض الواقع بيحصل فيه طبعا مع التجربة والممارسة على ارض الواقع بيحصل بيتبين بعض الاخطاء كان من اهم هذه الملاحظات بعد التجربة هو مركز التسوية والتحكيم تمام ومركز التسوية والتحكيم احنا كلاجنة الشباب كنا بدأنا ان احنا ناخد اجراءات في تعديل المادة الخاصة بانشاء مركز التسوية والتحكيم والجزء الخاص به لكن لما احنا عملنا القانون استضمنا بالمادة 84 وخصوصا الفقرة الخاصة بتاعت اللي هي مركز التسوية والتحكيم المادة الخاصة بالقانون مركز التسوية والتحكيم تمام استضمنا بالمادة 84 من الدستور المصري اللي هو دستور 2014 تمام برضو انعرف السادة المشاهدين تمظبوط طبعا وكل اللي بيتابعنا المادة 84 بتقول ايه تمام نقراها تمام المادة 84 بتقول ممارسة للجميع وعلى مؤسسات الدولة هسيبنا الجزء الاولاني اجي على الجزء التاني في امين المادة وينظم القانون اللي هو قانون الرياضة تمام شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الاهلية تمام وفقا المعايير الدولية تمام ورحوا ياخد فصلها صح وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية تمام دي هي اللي خلتنا بقى ان احنا نعمل المادة بتاعة مركز التسوية التحكيم لو كانت المادة 84 من الدستور المصري 2014 كانت قالت وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الاهلية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية وفقا المعايير الدولية كنا عملنا المحكمة الرياضية عدل وكنا بقى تجنبنا كل ما حصل من اخطاء في الممارسة وفي موضوع مركز التسوية التحكيم ما كناش عملنا مركز التسوية التحكيم صح لكن الفصل اللي اتعاملت وفصل اللي هو ان ينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الاهلية وفقا المعايير الدولية وراح عمل فصلة وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية لو كانت دي وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية وفقا المعايير الدولية كان احنا عملنا المحكمة الرياضية زي المحكمة الرياضية الدولية وكانت تبقى محكمة وبتفصل في المنازعات الرياضية محكمة الرياضية بتفصل في المنازعات الرياضية فده اللي خلانا عملنا مركز التسوية التحكيم طيب ايه مشكلة مركز التسوية التحكيم طيب لو كان مركز التسوية التحكيم ده بعد عن اللجنة الولمبية او ما كانش ظهر تدخل اللجنة الولمبية كان مركز التأسوات تحكيم ده محنك لحد يقدر يقول عليه أي ملاحظة يعني يا فنم هي فصلة السبب في كل المشكلة فصلة هي اللي عملت المشكلة دي كلها طب هل ممكن يتم تغيير القدوم بسبب الفصلة ممكن يعني تغير الدستور وساعة تغير الدستور ممكن المادة دي تتغير في وسط التعديلات الدستورية اللي هتحصل يعني فيه ان شاء الله تعدلات دستورية أكيد يعني أنا طبعا ممكن ساعتها تدخل المادة دي تتعدل وتبقى احنا خلصنا من الصداع ده كله ويتعني المحكمة رياضية ده اللي جي من خلاله في جلسات الاستماع من ضمن الملاحظات اللي تم أخذها أنا شايف ان ده هو أهم تعديل في الموضوع ليه؟ هو كمان مش عشان مركز التأسوات حكيم وتبعيته للجنة الأولمبية هو مش تبع اللجنة الأولمبية لو الناس فعلا تجردت من النوازع الشخصية صدقني كان الموضوع هينجح لكن هو حصل خطأين خطأ ان الناس فسرت أنا مركز التأسوات حكيم قلنا ده يتبع إداريا اللجنة الأولمبية لحد ما يوقف على رجله ويبقى له ميزانية مستقلة لكن هو مش معنى انه هو يتبع إداريا اللجنة الأولمبية يبقى رئيسه رئيس اللجنة الأولمبية هو اللي يتدخل ويختار المحكمين والكلام ده لا ده حتى ده فيه شروط انت المحكم المحكمين انت بتختار تلات محكمين طرف وبيختار محكم وطرف تاني بيختار المحكم تمام والتنين المحكمين بيختاروا محكم ثالث تمام يعني فيه يعني موضوع معمول بعناية وبدقة شديدة أكيد طبعا لكن الممارسة والنوازع الشخصية والحاجات دي هت هي اللي أفسدت الموضوع فإحنا هو التعديل ايه عشان برد ينظم آلية تنفيذ أحكام أحكام اللي قالوا مركز التسوية التحكيم دي اللوايح برضو وهو انت ما بتعمل ليحة المفروض تعمل ليحة تتنفذ يعني تنفيذ القانون تنفيذ قرارات مركز التسوية التحكيم ده برضو هيتقال في القانون عشان ما حدش يكتهد ويعمل ليحة فيها أغراض شخصية هو ده ده لب الموضوع الحاجة التانية طبعا وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي تمام أكيد طبعا كان أو عاوز يدي دور للدولة والحكومة في الموضوع في قانون الرياضة ضبوط عشان اللي هي حاجات الاشهار الهيئات الرياضية والكلام ده كله لكن هو الحتة اللي هو تدخل الإداري أنا عايز أقول حاجة وحاجة مهمة جدا أنا نحن لسا كنا منتكلم قبل الهواء أن أي قرار إداري أي قرار مالي يتبعه قرار إداري أي قرار إداري يتبعه قرار مالي تمام الإداري وإداري بإذن أنا عندي أنا التدخل بتاع الدولة أو الرقابة بتاعة الدولة والحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بتيجي من ناحية المالية فقط لأن ما فيش أي جهة لجنة أولمبية دولية ولا أي اتحاد دولي هيرضى أن يبقى فيه أخطاء مالية في أي هيئة رياضية في مصبوط فأنت هنا بتتدخل وإنت القانون إدالك والقانون ده أخلي بالك القانون 71 ل2017 ده أشادت بين لجنة دولية وبعتت شكر له رئيس مجلس النواب ووزارة الشباب وقتها فإذن هذا القانون بيلقى رضى تام من الجهات الدولية الكبرى وعلى رأسها من لجنة الأولمبية الدولية إذن أنت هنا كل شيء يعني للتعديلات بسيطة جدا ولا يجب أن هي تبقى تعديلات فأحطة موضوع الاستثمار زي ما احنا برضو تكلمنا أن موضوع الاستثمار كل حاجة واضحة في الباب الخاص بالاستثمار بقى تكوين الأندية الخاصة تكوين الشركات الرياضية بداخل الأندية وده بما يضمن الحق الممارسة وعندك برضو الممارسة والبطولة والكلام ده كله متنظم في القانون ما فيش أي مشكلة خالص هي زي ما قلت لحضرك كده أنت هتتدخل ماليا يبقى لازم تفيد تدخل أنت ما هو طبيعا أنت برضو قررت الإدارية تعالى أنت الفلوس دي صرفتها عشان أنا عينت مدرب عشان أنا مش عارب بيعت العيب وانت دخلت في الحاجات الإدارية بس إحنا عليك بس بنوضح للسادة المشاهدين تاني إحنا نتكلم على قانون الرياضة وبدأنا به دستورة طبعا وجهت النظر أحد اللي هيسمعنا عشان برضو طبعا إيه إحنا بنحترم كل الأراءة طبعا إفن كل واحد ده ده قانون وقانون وضعي قانون وضعي حتى الدستور برضو دستور وضعي مع الدستور قانون تمام وضعي يعني من صنع بشر ومن صنع بشر أنت هيبقى ليك رأى وأنا هيبقى ليه رأى بس في النهاية أن احنا بنحترم الدستور ومنحترم القانون طيب حريك إحنا بدأنا طبعا بالمادة 84 فيها الدستور المصري اللي طبعا كان 2014 تم التعديل فيه وبدأنا به الملاحظات اللي تم أخذها أو لجنة شاب ورياضة أخذتها في لجنة الاستماع وكلمنا في مادة مهمة جدا حضرتك الخاصة به اللي هي مركز التسوية والتحكيم وحركة كلمتة في نقطة مهمة جدا طبعا هي نقطة الاستثمار لكن في حاجة أنا عايز أخذ رأي حضرتك فيها رأي حضرتك في قانون العقوبات إيه باب العقوبات باب العقوبات في قانون الرياضة باب العقوبات واضح وصريح ولكن هو للأسف لا يطبق يعني أنت مثلا الاتحاد الأفريقي في وقت موضوع الإسماعيلي أول قرار اتخذ إيه يعني رم طوب وشتم وتعوه رم طوب وشط بالإسماعيلي من البطولة ولسه في عقوبات هتيجي على الإسماعيلي لأكيد في عقوبات مالية وفي عقوبات أنت القانون بتاعنا بيدرج العقوبات الجمهور لما يشتم العقوبة بتبقى إيه مزبوط الجمهور لما يحاول اقتحاب ملعب الجمهور لما يلقي حاجات مواد صلبة أو تاع أو مواد مشتعلة لايه الصواريخ والشماريخ والكلام ده كله كل ده متحدد في المواد بتاع بس انت نفذها بقى يعني انت مجيش تقول لي مثلا جمهور شتم وقعد ورمى طوب ورمى أزاز والكلام ده وتقول لي عقوبة 200 ألف جنيه ولا 50 ألف جنيه ولا عقوبات عزيلة يعني انت انت يعني مباراة طبعا المباراة من غير جمهور يعني حضور 500 ألف الكلام ده مش جمهور صح فاحنا بنقول ايه العقوبات لازم تبقى عقوبات صارمة لأن اللي هو شوف ما فيش نظام هيمشي من غير عقوبات يعني انت بتعمل نظام واللي خالف النظام يعاقب صح قانون اللي خالف القانون يعاقب انت محدد كل بنود المخالفات الجمهورات في الملاعب تعدى الإداري تعدى على إدارة تعدى على مدرب مدرب تعدى على عناصر اللعبة نفسها مدرب تعدى على حكم حكم كل الكلام ده محطوط في باب العقوبات بس ما بيتنفس حاجة منه طيب احنا بنطالب هقول حركة على حاجة تاني لو الجمهور احنا بنتكلم على الجمهور وبنتكلم على العقوبات طيب فما بقى الحركة بقى بالمسؤولين لما يكون فيه تجاوز عايزين يكون فيه عقاب طبعا المسؤول طبعا ما هو كل المسؤول ده مش عنصر من عناصر اللعبة تمام قانون بيعنص على ان اه هو احد عناصر اللعبة انا مش هسمي بقى هو رئيس نادي او مدرب او حكم او اداري اي حد بيتعرض للعقوبات والعقوبات واضحة وصريحة في الكلام ده طيب وجهة نظر حضرتك كناق درياطي ايه اللي بيمنع تطبيق قانون العقوبات او العقوبات بشكل عام على اي طرف من الطرفين سواء الجمهور او سواء المسؤولين حدك شايف ايه انا شايف ان ده تقصير تقصير من الحكومة تمام من القائم بتنفيذ القانون تمام من الجهة المنوط بها تنفيذ القانون فيه اقصر من جهة يعني جهة يعني مثلا انت بتكلم على كرة القدم تمام من المسؤول تحت كرة القدم مظبوط مظبوط عندك القانون ما تطبق القانون مظبوط دخلوا في لوائحك بقى يعني القانون ده دخلوا في لوائحك تمام انت ما تيجي تعمل ليحة لازم تحط قدامك قانون الرياضة باب العقوبات تعال اشوف الجمهور ما بيحصل بيعمل ايه الجمهور لما بيوقف مطش لما بيعطل مطش بيحصل ايه ما هو الجمهور في اسماعيلية والتحاد الأفريق انت التحاد الأفريق احسن منك لا طبع انت المقاسس الاتحاد الأفريقي صح فان مظبوط مظبوط التحاد الأفريقي يعمل لوائح احسن منك وينفذ لوائح صارم صارم وينفذ لوائح وانت مش عارف تنفذ ده كلام يعني انا مش عايزة ادخل في التحاد الكرة الجامد عشان احنا بنستعد الكاس الامم وعاوزينهم حاجة واحدة بس منتحاب الكورن انه هما يبقوا منظومة محترفة بمعنى بمعنى ان ادل عشرة خبازه تمام رجع يا سيدي اه ربطة الانديت المحترفين انت ليه شغال شغلها هو لجنة المسابقات والحاج عامل حسين احسرامي صديقي ومن اقرب الناس ليه الحاج عامل حسين الحاج عامل يدير دوري اللي فيه مليارات لوحده فين ربطة المحترفين ربطة انديت المحترفين هل ده الدوري بالاستثمارات الضخمة اللي فيه تديره لجنة المسابقات منها لوحده وحتى ده شخص واحد محترمي ليه انا عايز اقول لك على الدوري الانجليزي لو احنا مش عايزين نقارن انا مش عايزين نقارن لكن الدوري الانجليزي بيقام بنفس الفكرة اللي حراك بتتكلم فيها هناك اتحاد انجليزي بسطول عن المنتخب وهناك ربطة للدوري او للانديت المحترفة تمام تمام وهناك ربطة للانديت محترفة تقوم بادارة الدوري بشكل عامل من حقوق بث لتنظيم مباريات لكل شيء لمسابقات لكله لجدول كله فحراك بتطالب ان يكون هناك لجنة تدير الدوري العالي حال كرة القدم في مصر ولا حال الدوري المصري الا بوجود ربطة للانديت المحترفية وتبقى ان شاء الله لازم تعمل دوري القسم دوري زي الدوري الممتاز 18 نادي دوري الدرجة التانية او الدرجة الاولى 18 نادي حالك بتطالب مجموعة واحدة ولا مجموعتين في دوري الدرجة التانية مفيش مجموعة مجموعتين ايه صح يعني هي مجموعة واحدة ده تهريج صح طبعا كل انديت الاقليم هايزعلوا مني لكن انا بقولك والكلام ده ما يجيش كده ما هوقولش السنة الجاية هنطبق النظام ده لا انت بتعمل برنامج انت عاوز حد يقعد ويقول لي انا هاعمل برنامج لتطوير كرة القدم المصرية تطوير كرة القدم المصرية ايه عبارة عن ايه مسابقات محلية ومنتخبات كويس مسابقات محلية بتيجي ده انا هعمل مشروع لتطوير المسابقات المحلية فيه خلال العشر سنين اللي جاين دول او تمان سنين بعمل انا مشروع ما جيش بقى اقوله السنة الجاية ان شاء الله هنعمل دوري درجة الاولى 18 نادي بس مجموعة واحدة طبعا انتها الناس كلها تزعل لكن لما تقوله الكلام ده هيبقى بعد اربع سنين هو يعمل حسابه بقى كله هيستعد كله هيستعد ومحدش هيزعل محدش هيزعل فيه السنة دي هينزل اربعة سنة الجاية هينزل هيبقى اتنين يعني كمثل يعني انت بتقولي السنة دي هينزل ستة سنة اللي بعدها هيقل العدل لحد ما نوصل لدوري محترب دوري محترفين دوري درجة اولى دوري درجة تانية على الاقل تلات مسابقات كبار في مصر دول ينظمولي يعملولي قعدة كرة قدم حقيقية لكن القعدة اللي موجودة دي قعدة وهمية مش قعدة كرة قدم حقيقية تعمل منتخب منتخب يروح كل سنة كاس العالم كل اربع سنين يروح كاس العالم انا كلام دا ما ينفعش فهو اولا ما كناش هندير منظومة كرة القدم بالمفهوم الاحترافي العالمي وبكمية الاستثمارات اللي موجودة الضخمة دي اللي هو هنشوف بقى تجربة نديبيرا مجزو فيه ناس اكيد هتفكر تتكرر نفس التجربة يبقى اذا انت داخل على نظام جديد اخر طبعا لكن الشكل اللي بتدار به كرة القدم منظومة كرة القدم في مصر ده ما يعجبنيش ولا يعجبش حد طيب انا عايز اسأل حضرتك على الجمهور وعايز ارجع حضرتك لملف الجمهور واتحاد الكورة هل حضرتك شايف ان الوعي اللي مفروض يتم من خلال التواصل الاعلامي مع الجمهور هل حضرتك شايف ان الجمهور مظلوم اعلاميا ان ما فيش وعي ان ما فيش حد بيتكلم معهم ان ما حدش بيوجه الجمهور ولا حراك شايف ان الجمهور اللي بد ان يكون واعي بكل شيء ويبقى عارف كل حاجة من ايه اللي ليه ويه اللي عليه هي مسئولية مشتركة بين الجميع ده ده عناصر الجمهور الاعلام الاتحاد كرة القدم الوزاق وزارة الشباب والرياضة الحكومة دولة كل الكلام ده لازم يساعد على ان احنا نخرج بشكل الملاعب يعني اواح احنا بنتفرج على الدوريات الاوروبية طبعا بنقعد بان دلوقت بانا بننتظر كل اسبوع او كل اربع خمس ايام ماتش ليفربول محمد صلاح بنشوف الجمهور اواح احنا بنتعلمش احنا هل احنا شعب بيجيد المشاهدة فقط محمد صلاح ومبارات ليفربول بتجمع كل الاصياف مع بعض ولا حد بيختلق مشكلة ولا حد بيعمل مشاكل ونقعد مع بعض ونتحك احنا بنقعد اولا بيلم الأسر المصرية محمد صلاح دلوقت بيلم الأسر المصرية وبنقعد نتفرج مفيش حاجة بتشد انتباهنا يعني انا ما بشوف المطش بشوف الجمهور قاعدين زي قاعدين في مصرح والله ده احسن من المصرح ده الناس قاعدة كأنها بتتفرج على مصرح مش مبارات كرة القدم هو مبارات كرة القدم لازم جماهير وناس كده نشاز واحد مش عارف ايه واحد ايه ما الناس قاعدة محتلة ومتتفرج وبتشجع بمنتهى المثالية وبالروح الحرياضية عالية جدا هل حركة ثقافة مختلفة؟ احنا ليه ما نمتعلمش؟ ليه الاعلام مايركز على كده؟ بالظبط يروح جاي ومركز شايفين المدرجات عاملة ازاي؟ شايفين الملعب عاملة ازاي؟ أرضية الملعب عاملة ازاي؟ ولا الأرضية بتاعتنا ده شكل لو ما تعملش الأرضيات بتاعت الملعب في كاس الأمم بالشكل اللي احنا منتظرينه ان شاء الله ها يعني لازم الناس تاخد بالها قوي حتى أرضية الملعب يعني عشان تبقاش فضيحة فنرجع تاني نرجع تاني ليل يعني أمتى تعمل سبوت كده تركز؟ الاعلام والجمهور شاف الجمهور احد ازاي؟ تمام فيه صور ده هو اللاعب في وش المتفرج صح؟ مفيش تراك مفيش تراك يعمل مسافة ما بين اللاعب والجمهور حتى لو في تراك مفيش صور يعني هل حد بينزل الملعب حد بيشتم حد بيعمل مفيش الكلام ده لازم احنا يعني الجمهور ده لازم يعيد حساباته مع نفسه جمهور نفسه يعني احنا بنقول انت انت رايح تشجع وراح تستمتع راح تشجع فرقتك وراح تستمتع بأداء كرة قدم انت ملك ومال المنافس ما تخليك في نفسك و و و وخليك احترم نفسك صح يعني انا اقول احترم نفسك صح يحترمك الاخرون صح احترم الاخر انت لازم تحترم الاخر لجزء من احترام الناس دور الانداء فنم كمان يعني دور الانداء دور الانداء انا اقول الكلام ده مرارا وتكرارا لازم يكون فيه تواصل لازم تكون فيه روابط رسمية نظب والقانون رأى نظم الكلام ده يعني ممنوع تشكيل اي رابطة جماهرية او رابطة بتاع الا بالقانون يعني انت بطلعش كده تيجي تطلع رابطة لازم النادي يتقدم او او مجموعة يتقدموا بالقانون ويشكلوا رابطة انت الاندية المفروض تتواصل مع الجماهير بتاعتها وتشكل روابط وروابط دي ويبقى فيها انتخابات وده مجلس رابطة جماهير الاهلي وده مجلس رابطة جماهير الزمالك ده مجلس رابطة جماهير الاسماعيلي وهكذا يبقى ايزا انت هنا بتعمل نظم وده لكون نقطة التواصل ما بين الجمهور وبين النادي بالضبط وخلاص اتعرفت الرابطة دي ومجلس ادارة عشان احسب انا حسب مين صح احسب مين ما يكون فيه رابطة رابطة جماهير الاهلي وفي مجلس الادارة بتاع حل هو من انتخاباته جماهير الاهلي صح يبقى ايزا ان هنا فيه حساب وفيه عقاب عقاب الاندية فيه تواصل انا هتصل بخمسين ستين مليون ولا من خلال الربطة اللي موجودة مجلس الربطة هاي وقت ده اللي يبقى متواصل مع النادي يبقى ايزا ان هنا فيه حلق التواصل مش يبقى يعني كل حاجة يعني لا اصد دول اصدقائنا دول الناس اللي بيقف معنا دول الناس اللي مش عارف لا احنا عايزين حاجات رسمية روابط رسمية ومعترب بها بالقانون عشان تتحاسب بالقانون عايزين الاعلام من انفسنا صح مش هنطور نفسنا الا اذا غيرنا من انفسنا لازم الجماهير تتغير ولازم الادارات في الاندية تتغير ولازم زي ما قلت منظومة اتحاد كرة القدم تتغير عشان كده هو ده اللي احنا المفروض نمشي عليه لكن انا همشي بالطريقة طريقة الهواة والطريقة بتاع شغل يوم بيوم لا الكلام ده لازم فيه خطط وستراتيجيات تتعملها الاندية وعملها اتحاد كرة وتعملها وزارة الشباب لازم وفيه منظومة عمل متكملة في كل الجهات ويبقى فيه نظرة مستقبلية واستراتيجية عمل وطور مسابقات ازاي وطور مش عارف ايه موضوع الممارسة وزارة الشباب والرياضة تركز على الممارسة على قطاع الممارسة قطاع البطولة ده للاتحادات واللجنة الولمبية لازم نعم هو ده الفصل يعني انت وزارة الشباب والرياضة مسؤولة عن توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في كل اللعبات بما فيها كرة القدر والاقاليم وانديت الاقاليم ومراكز الشباب والكلام ده كله واركز بقى وارجع مراكز اعداد المواهب الرياضية والكلام ده كله يعني ده منظومة لازم كلنا كل واحد يشتغل في قطاع ويتفوق ويتميز فيه منشان منظومة طاعة الرياضة في مصر تتعدل يعني حرارك نروح نشوف سيد وزير الشباب والرياضة وتقرير بيتحدث فيه عن تعديلات قانون الرياضة ونرجع نكمل مع حضرتكم هو فيه يعني اتفاق مع اللجنة الأولمبية نحن نعمل اتفاقنا مع المنشان محطب في الحياة ان احنا بعض الحاجات اللي هي بعد تطبيق القانون في الحياة فرضت نفسها للتغيير ان احنا ننظر اليها في التعديل زي الجامعة العمومية الاندية زي التحكيم الرياضة لاجنة فضل منزعات زي بعض الاجزاء في الاستثمار الرياضي كلها الحياة محكت راسها مع اكتر من جهة في الوقت الحالي كمان لاجنة شباب ورياضة مجلسة الاندية في الحياة بذل الجهد في الحوار المجتمعي مع ما قمنا به من زورة شباب ورياضة مع بعض الخبراء على اعتبار ان هو الساحة الرياضية يعني ان شاء الله من خلال القانون برضو تكون افضل في الفترة الجاية اكيد لازم نبدأ بكل مجال احنا عندنا الرياضة فيها رياضة بطولة لازم نكون مستعدين كويس نعمل مشروعاتنا قومية فيه رياضة تنمية رياضية ورياضة تكون للساحة ورياضة تكون استثمار وقت فراغ ورياضة تكون تنمية رياضية في الحياة رياضة في المدارس رياضة في الجماعات ده جزء آخر بنتحرك فيه في استضافة الاحداث الرياضية الكبيرة والاستعداد لها يعني زي استعدادنا لكاس العالم الهندبول 2021 الحمد لله بموجود دولة بشكل كبير بنكلمة 2019 كرة قدم كلمة على العديد والعديد من البطولات الأخرى ان احنا نصدفها بالإضافة إلى الإفنت أو استضافة الأحداث اللي دي في مصر على سبيل السياحة ده جزء برضو بنتحرك فيه زايد ملفات الشبابية الكبيرة اللي بتحرك فيها ان شاء الله احنا يعني في مجموعة عمل كبيرة جدا تدرس دلوقتي بالإضافة للجنة التنظيمية اللي الاتحاد الكورة وأكيد ده كله يطلع ان شاء الله في التلات شهور فترة أولئية جديدة يعني بشكل كبير اللي فيها احنا نطلع ان شاء الله منتج في الآخر اللي يكون كويسة اللي باسمه مصر في لجنة شغلت دلوقتي بشكل كبير جدا على اعلى مستوى بتلف على كل الاستاذات استاذ القاهرة يمكن كان في زيارة اثنين رأس الوزراء هنا معاه وبنتابع اللي بيحصل دلوقتي أما الاستاذات الأخرى في جهات بتلف فيها دلوقتي وبتناضي ان شاء الله بتطورها وفقا لمتطلبات التنظيم الحمد لله نحاول نكون فعلا قريبين نحاول نكون يعني حسين بالمشكلة بعض المشاكل بتطلب لازم تدخل فاولي بعض المشاكل لا يعني فيه اطراف اخرى منطين بيها نشوف الموقف ايه وناخد القرار اللي يتنسب مع ده اللي فيه في الاخر صالح العام وصالح الوطنيان كلام مهم جدا من سيادة دكتور أشرف صبحي ده كان من خلال اطلاق اشارة بدء الماراثن الجاري والمشي والدرجات واللي انطلق من البوابة الخاصة بمركز شباب الجزيرة طبعا بوابة النادي الاهلي ومرورا وختاما بالبوابة الخلفية لمركز شباب الجزيرة طبعا الماراثن كان فيه ايضا مسيرة شبابية نكمل مع الاستاذ رضوان الزياتي اللي مشرفنا ومنوعنا وليسا هنتكلم فيه ملفات عديدة وكتيرة خاصة بقانون الرياضة او بأمم افريقيا اللي ان شاء الله مصر هتنظمها في 2019 وان شاء الله يكون تنظيمه شرف طبعا كنا نتكلم قبل التقية فنم على الوعي ما بين الاعلام والاندية مع الجمهور لكن فيه جانب ممكن يكون البعض مش واخد باله منه هو الجانب الاقوى من وجهة نظري هو السوشال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي طبعا فيها ايجابيات وفيها سلبيات لكن هل حرك شايف ايه الجانب اللي بيطخى اكتر هل هو الجانب الايجابي ولا الجانب السلبي لا الجانب السلبي الجانب السلبي هو اللي بيطخى اكتر السوشال ميديا في كل القطاعات هو الجانب السلبي إحنا بناخد ما إحنا برضو زي ما بقولك إحنا بنتعلمش يعني السوشيال ميديا اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي هل برة بيعملوا اللي إحنا بنعملوا هنا في مصر المواقع التواصل الاجتماعي دي تتواصل اسمها تواصل اجتماعي أنا بسميها مش تواصل تباعد اجتماعي يعني هي مواقع بتعمل مشاكل أكتر فتن اه فتن وفتن رهيبة وبقى اللي عاوز بقى المشتر الواحد يروح مديله على السوشيال ميديا على عدي المواقع كمان بقاش خلاص ده الوقت الناس بقاش تزور بعضها ما خلاص بيبعتلوا بقى والشات ومش عارف ايه والكلام خرصة الليلة بقى محدش بيزور بعض طب بيقاعدين فقطين بيعملوا بعض بيبقى طب بدل ما تروحوا ما تتكلموا مع بعض فيس تو فيس بدل ما تتكلموا على الفيس لا اتكلموا فيس تو فيس واخد بالك فهم يبقاعدين واحد قاعد اخته قاعدة في القوضة التانية وهو قاعد في القوضة ده او اخوه ويكلموا واعملوا شات طب يعني ما تقعدوا مع بعض فيس تو فيس يعني فهي نيجي الجمهور بيستخدم هذه وخصوصا الجماهير الايه الوحشة انا كلمة وحشة يعني الجماهير اللي عايزة تحدث فتن سيئة ما بين الانجاية وبعضها او الناس المغرضين اللي بيستغلوا الرياضة عشان اهداف فقرة وبيستغلوا ان الجمهور مش موجود ما بينهم ببعض ثقافة كبيرة وثقافة عالية يعني نرجع لمطش مباراة الاسماعيل هل يعقل ان الجمهور حفنة قليلة وقلة مندسة يعني تكبر وتفرض رأيها وان المطش مش هتلعب يعني مش هتلعب وهم بتاع خمستاشر واحد والامن شايفهم وعرفهم بالاسم وعرفهم بالشكل تم دول يجي يتجاب من افاه ويخرج والمطش يكمل عغصبا عنه وعن غيره لكن ده كان مشهدا سيئا وخبيثا ان هو المشهد بتاعة استاد اسماعيلية بتاع المطش ان هو يتلغي لان ده كان كان لازم المطش ده يتكمل بأي طريقة من الطرق صح اتفق معاك لان ده فشل اداري شديد من كل الجهات مش هستسن حد كله بما فيهم الامن فشلوا في ادارة هذا الملف في هذه المباراة ان المطش ده يتلغي بالشطورة دي ويخرج شكلنا واحد كده كله مسؤول عن هذا الملف كله لازم يشيل كله لازم يتحاسب وانا مش عاوز اقول ان مدير امن اسماعيلية يتحاسب في هذا الموضوع ده لازم يتحاسب ليه انت المطش ده ماكملش مش مصر اللي يحصل فيها الكلام حال حالك شايف ان اتحاد الافريقي والعقوبة الموجهة تجاه نادي اسماعيلة هي عقوبة عادلة عادلة بص ما يبقى عنصر احد عناصر اللعبة هو الجمهور وهو العنصر الاهم واللي احنا كلنا بنقول الجمهور هو اللاعب رقم واحد رقم واحد ما فيه شك رقم اتناشر لا طبعا واحد هو لا طب هالحركة احنا ممكن نشوف جمهور 2019 في امم افريقيا ان شاء الله هو الجمهور اللي كان متواجد فيه 2006 قبل ذلك لازم ترجع الجمهور لمتشاط الدوري كابروفا اه طبعا وترجع بقى كابروفا للبطولة كاس الامم ولا هاجأ انا افاجأ الناس بقى في كاس الامم ان يحضر 100 الف صح فاجأة كده بعد ما كانش الملعب فاضي بيجي دلوقتي بقى بلاء نفسي قدام 100 الف لا لازم اعمل حضور تدريجي للجمهور لحد ما تبدأ البطولة في شهر 6 لازم بعد كده ادخل بقى 10 تلاف 15 الف 20 الف اخلي اخلي كل الملعب اللي هتلاعب فيها كاس الامم لازم تخلى من الان طيب عايزة خد رأي حضرتك كان فيه تجربة للنادل الاهلي وتجارب عديدة في المباريات افريقيا ممكن في الادوار الـ 8 والـ 16 او 8 وقبل النهائي كان بيبقى فيه عدد مش وحش 15-20 الف لكن في اللقاءات النهائية كان بيبقى فيه 50-60 الف وكان فيه يعني كان فيه مشهد رأي ايضا في المباريات منتخب مصر اتحاد الكورة كان بيسعى جاهدا الى حضور 80 الف و100 الف الامن كان بينجح فيه تنظيم المباريات الامن المصري قادر على تنظيم اي عدد من الجماهير قادر على انه هو يستغب اي حاجة يعني طبعا كلنا كده عمدنا ثقة بييرا جدا في الامن طبعا 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 انه هم قادرين تحت اي غرف من الظروف انه هم ينظموا اي مباراة مدير الامن اللي قولنا لأ معلش انا مش هقدر استضيف المباراة ديت ما يقعدش لا لا طبعا وبعدين ما حصلتش اصلا قبل كده ما اعتقدش ان ما اعتقدش يعني مدير الامن اللي ما يقدرش يقمن مباراة لا يستحق انه هو يقعد في المحافظة اللي قعد فيه لا لا ان شاء الله حرك وصع يعني انا زي ما قلت حرك هو كلنا ثقة وكل المسئولين اللي موجودين في المناصب اعتقد انهما قادرين على تنظيم المباراة ما فيه الشرطة تظهر في الملاعب شرطة داخل الملاعب واحنا عندنا بقى قصة الشركات الخاصة للتأمين موضوع يعني عايزين اتكلم فيها حلات وحلات انا ما اجهدش الشرطة في جوة الملعب صح شرطة لها الشارع داخل الملعب ده شركات امن بقى خاصة السودان الشقيقة يا راجل النادي الاهلي بيطبق بيطبق اعتقد انه هو طبعا بصف انا دي محراك اكيد الامن هو هو اللي بيكون المظلة العامة تحتيه بينطبق كل الكلام اللي حارك بتقوله طبعا احنا ما اتفق عليه لكن عايز اعرف رأي حضرتك في جمهور 2019 اللي هيكون موجود في المدرجات هل حارك تعتقد ان ان شاء الله ومتوقع انه هو هيكون بنفس الشكل اللي كان موجود فيه في 2006 وخرج بمنظر اكثر من رأي احسن بس كده دي الكلمة اللي انا عايز اعرف حضرتك واحسن بس انا بأبوردك لازم ان احنا نعمل بروفات نهاية نفسنا للموضوع ده كل الاسر كلها دلوقتي حتى ما خدنا كاس الامم وفوزنا بشرف تنظيم كاس الامم وده طبعا يعني في انجاز ورغم انها بطولة قرية واحنا مصر بعلاقتها وضخمة شعبها وامكانياتها الكبيرة دي بطول كاس الامم يعني حاجة عادية يعني ان احنا نظامها ده شيء عادي لكن الاسر كلها مستعدة الاسر كلها مستعدة عايزة تروح كاس الامم وعايزة تفرح وعايزة تروح وتستمتع بالرياضة من دلوقتي افادم بجيلي طباط التذاكر يعني بلاقي اصدقائي والي اللي عايزين نروح انا وزوجتي واولادي ووالدي ووالدتي كل الاسر بصراحة عايزة تحضر وعندها شغف كبير جدا في العودة من جديد للمدرجات ومسنط منتخم مصر لازم انا بقى استعدل للحدث ده عن طريق لازم لازم اه بقى شوف انت طبعا رحت اوروبا وشوفت ماتشات ودخلت الاستاذات انت مفيش استاد بزمتك كده شوفت في استاد عليه حالي صور لا طبعا انت بتروح انت داخل انا داخل كأن انا مش داخل ملعب داخل مسرح داخل مسرح داخل دار سينما بدوست لقي قدامك المحلات والباب اللي انت داخل منه الجوه الملعب ما كنكش داخل استاد صح عادي كده وتفاجأ تلاقي المدرجات في وش طيب فإذا احنا عاوزين الاستاذات اللي هتلاعب عليها الماتشات عاوزين بقى نشوف الكلام ده عاوزين نشوف بقى الكافتريات الجميلة والمحلات اللي بتاع والمش عارف ايه التيشيرتات والكلام ده زي ما بنشوف في اوروبا وحنا اقل يا جماعة من كده ما نعايز اقول احناك على حاجة هل حراك شايف ان الوعي اللي موجود في اوروبا هو تعامل الاعلامي مع الجمهور علشان بيتعامل مع جمهور ده المصري بنفس الوعي اللي موجود في اوروبا هو العمل هو العمل خلل بسا يا صدر عمر تقدر فانا انا نازم ناس تروح تحضر الماتشاط من اول ما قبل الدخول تشوف الدنيا ماشي ازاي المنظومة بتمشي هناك ازاي اقولك لا احنا عندنا خبراء وعندنا يا سيدي ماشي انت عندك خبراء وعندك ناس وكلنا او عارفين الكلام ده الناس اللي هتشتغل بعضهم او القيادات اللي هتنظم الناس اللي هتشتغلوا دول في الاستادات والدخول والابواب والكلام ده كله نروح انا عاوز دخول الجماهير يبقى قبل الماتش بنص ساعة ينفع هنا يحصل في مصر انا مش اقولك هناك بندخل الماتشاط قبلها بعشر دقايق وبخمس دقايق تمام وبتدخل عمرك ما بتحس انا انا راح تخانق ولا راح تفرج على ماتش كل الناس بتروح تتخانق الواحد عشان يدخل الصحفيين نفسهم بيطلع عين اهلهم عشان يدخلوا الماتش الجمهور بيشوف الامارين عشان يدخل الماتش يروح يقعد طب ليه الجمهور يروح يقعد من الساعة الماتش الساعة خمسة يروحوا من الساعة عشر الصبح ليه طب انا عايز عراك سؤال هل حراك شايف طبعا القناق الرياضي هل حراك شايف الوعي اللي موجود في اوروبا وان الاعلام المصري بيتعامل مع الجمهور المصري بنفس الوعي اللي موجود في اوروبا هو ده اللي عامل خلل ولا لابد من الاعلام المصري انه هو يكون عارف الوعي والثقافة اللي موجودة في مصر من خلالها يتعامل مع الجمهور يظهر الجوانب دي انا والجمهور هو داخل داخل ازاي شكله حلو جميل والناس داخل المتفرج نفسه المشاهد نفسه او الجمهور لازم يغير من سلوكه لازم يتعاون اكتر مع المنظمين صح لازم ما ياخدش بقى الشمريخ والبتاع والقصص الحاجات دي مالاش لازمة طالما فيه تعليمات انا ممنوع دخول الحاجات الصلبة خلاص انا التزم بس انا في نفس الوقت اديله اوفر له كل حاجة يعني اوفر له الميا جوه ميا بسعر كويس بحاجة جوه يعني الكبيات اللي هي البلاستيك هو تدخل انت الجماهير تدخل بكباية بلاستيك فيها الشاي او المشروب او الحاجة السقعة او الميا في كباية بلاستيك زريفة كده يعني فيه حاجات احنا نروح نشوف الناس دي بتعمل ايه ونزع نعمل زيهم مش عيب مش عيب والله فاذا انا لازم اشوف الدنيا ماشية زي واعمل كده طيب نريح بقى من ملف الجمهور ونرح بقى لنادي الاهلي والدوري المصري نادي الاهلي مباراة المقصة الاخيرة بدأ الاقناع يرجع للجمهور بدأ الانسجام الاهلي قدم مباراة رائعة جدا ثلاث اهداف سيطرة كاملة من اول ديئة لاخر ديئة الثلاث صفقات الاهلي تعاقد معهم حتى بعودة اجيال اللي كان مصاب وكان مرفوع من القائمة المحلية طبعا احنا بنعتبره صفقة جديدة عايز اعرف رأي حدوتك في مباراة المقصة وازاي شفت مباراة المقصة والنقاط الايجابية مصر استاذ عمر انا قلت في اكتر من مناسبة ان بطل الدوري هتحدده ست مورايات بطل الدوري المصر السنة دي هيتحدد من خلال ست مورايات الاهلي مع بيرمز رايح جاي والاهلي مع الزمالك رايح جاي والزمالك مع بيرمز رايح جاي اللي هم التلات اطراف اللي هم بيتسبقوا او بيتنفسوا على بطولة الدوري السنة دي الواقع بيقول والارقام بتقول ان الزمالك هو الاقرب حاليا بحد دلوقتي تمام الاهلي من خلال مباراة ما شاهدناه في مباراة المقصة والاهله خلال الصفقات وانا هركز على ثلاث صفقات رئيسية هم اللي رجعوا الشكل الجيد للاهلي في مباراة المقصة رمضان صبحي حسين الشحات وصفقة ياسر ابراهيم لا انا لا ياسر ابراهيم ولا حمدي حمدي فتح حمدي فتح انا لسه لسه مقدرش احكم عليهم دلوقتي تمام مقدرش احكم عليهم لكن هل هم حراك شايف ان هم يعني اجيد سهموا في الثغرات اللي كانت موجودة في منتصف الملعب مع الاصابات وحط الدفاع مع الاصابات المنظومة المنظومة الجماعية الدفاعية ما بينتش القدرات الخاصة بتاعت كل سواء ياسر ابراهيم او حمدي فتح امتى دول بتظهر القدرات ان الراجل بصراحة يعني المدرب بدأت فعلا بصماته لازارتي بدأت بصماته تظهر على هذا الفريق من خلال في منظومة جماعية منظومة الضغط اللي احنا شوفناها في مرات المقصة فهنا المنظومة الفرد بيدوب في المنظومة منظومة الدفاع جيدة بعض قالك ان المقصة ما كانش اه فعلا المقصة كان بينقصه جون انتوي وبينقصه بعض نجومه الاساسيين لكن في نفس الوقت كان عنده شميل سبيكلي تمام برضو يعني لعب خطير تمام قصير ومكير وخطير صح فاذا يعني هي الحاجة ايجابية من النادي الاهل بالمنظومة الدفاعية والضغط الامامل نداش فرصة ان هو مقصة يلعب براحة انت كان تفتكر وبرضو في عز ما كان الاهل بقوته كان بيلعب قدام المقصة ازاي تمام كان بيلعب دفاع منطقة تمام نفتكر قريب يعني السنة اللي قبل اللي فاتت ولا السنة اللي فاتت نظبوط كان الاهل بقى في نجومه الاساسيين كان بيرجع يدافع قدام المقصة المطر الاخير الاهل متمكن ومسيطر على المباراة منظومة دفاعية جيدة منظومة هجومية جيدة هو ده الاداء الجماعي سواء شق الدفاعي او شق الهجوم بيبقى من خلال ما فيش حاجة اسمها لا ده ده محور ارتكاز وده قلب دفاع هي منظومة ده ما بتشوفه اوروبا زي ما شوفه الدولة الانجليزية بتشوفه انت بتحس بان لأ اصل اللعب ده كله الخط التلاتة سواء بيلعب بتلاتة وبيلعب باتنين في خط الوسط بتلاقيهم كلهم كل واحد له دور في ظل المنظومة في خطة اللعب او في طريقة اللعب فإذا الاهلي نقدر نقول ان دي بداية لكن الماتشودي دجلة برضو هيأكد لنا الاستمرار على هذا الاسلوب والتطور اكتر لان برضو المجموعة الجديدة اللي داخل الصفقات الجديدة مع العائدين من الاصابة ده لازم يحصل انسجام وده بالوقت وده اللي هو ممكن يأثر على الاهل اللي هو انه هل الانسجام ده يحصل بسرعة ولا هياخد وقت انا شايف انه هو ماشي في معدل جيد لكن احنا عاوزين الانسجام يبقى اسرع من كده لان المنافسة على بطولة الدوري عاوزة السرعة لعشان تدخل فيه حلبة المنافسة نروح لتواقعات جمهور النادي الاهلي وفي مباراة دجلة وبعديها نرجع نعرف رأي نقدنا رياض اللي مشرفنا من انا الأستاذ عطان الزياتي في مباراة دجلة لان شاء الله كون يوم الاثنين القادم موسيقى 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 فالناس كانت مبسوطة والأداء كان يبين كمان أن الأهلي راجع وبكوة يعني فيه أداء في المرعب والدريع عندنا ثلاث أهداف الأهلي أخر مرة سجل ثلاث أهداف ده كان في فبراوير السنة اللي فاتت كان فيه أداء وإن شاء الله ما تشد إجراء الأهلي يعني هيستعاد نغمة الامتصارات بأداء ممتع للجماهير إن شاء الله بإذن الله هنوصل يعني هنفوز بتلاتة برضو زي المات اللي فات ويمكن أكتر كمان أنا شايف أن بعد رجوع الإصابات أنا شايف إن شاء الله الماتش الجاي رمي ربيعة هيرجع سعاد سمير هيكون موجود حسام عشور هيكون موجود كل اللعيبة دي بتدي أفضلية أكتر للفريق وإن شاء الله بإذن الله نفوز ونحقق نتيجة كبيرة وإذن الله مباراة المقصة اللي باتت هي بداية العودة الحقيقية للنادي وبإذن الله دوري لنا أهلا بحضراتكم من جديد لسا مكملين معاكم الفقرة الحوارية التانية مع ناقدنا رياضي الأستاذ ردوان الزياتي الناقد رياضي وعضو البرلمان المصري أنا أتكلم على مباراة ديجلة القادمة ديجلة يعني عنده ضغطات أقل عنده فترة راحة أكبر من الفترة اللي بيمر بها نادي الأهلي من ما بين مباراة معجلة في بطولة الدوري العام وأيضا مباراة في دوري أبطال أفريقيا شايف حضرتك المباراة هتبقى عاملة إزاي خصوصا أن ديجلة يمتلك مدير فني جيد جدا لفت الأنبار بشكل محترم في بطولة الدوري العام تفتكر ماتش الزهاب الأهلي ووادي ديجلة الأهلي تقريبا كسبوا بالصعوبة صعوبة بالغة والشوط الأول ما كانش فيه أهلي خالص الأهلي كسبت تقريبا في الشوط الثاني في آخر أوقات المباراة كان اللي يدخل يشوف الماتش أنا فاكره زي ما كون بالتكامتلاب مبارا تحس أن ودي ديجلة هو الأهلي والأهلي هو ودي ديجلة كرة حديثة سرعات تحضير من تحت الفوق شغل كرة عالمية تمام الأهلي ما فقش اللي في الشوط الثاني خالص فإذا هذا الفريق المدرب جريء جدا وانت شوفت الضغط ما بيهت حصل عليه ضغط أمامي بتتقطع الكرة ودي الأهلي استفاد من حتة دي في الشوط الثاني فإذا هذا الفريق المباراة مش هتكون سهلة فالأهلي مطالب إذا كان أراد أنه يبقى منافس قوي يحصل ويحافظ على بطولة الدولة الماتشاط اللي زي دي بقى ما يخسرهاش وما يتعدلش ما يخسرش فيها نقطة خالص كل مباراة الأهلي اللي جاية كؤوس مباراة كؤوس يجب تلت نقط دول بقى شيء أساسي الأداء الأداء خلاص وإحنا قلنا الانسجام بيجي بقى مع الماتشاط ومع عودة المصابرين والكلام ده كله صفقات الجديدة هتظهر قدراتها وإمكانياتها إذن أنت في هذه المباراة كل مباراة جاية تلت نقطة بتاعتها بتبقى أهم من المباراة اللي فاتت فأنا شايف مباراة ودي دجلة برضو هتبقى منعطف جديد للأهلي إنه هو في طريقه وطبعا كل ما الأهلي بيفوز وبيظهر الأداء الحقيقي بتاعه كل ما المنافس بيتعرض لضغوط أكبر وقد يفقد النقاط وقد يعني مثلا بعد أربع خمس أزابيع تبصت لأهلي فرق نقطة ولا نقطة ولا تلت نقطة طيب حركة الأهلي هيخلص يوم الاتنين وهيستعد بمعسكر لمباراة يوم السبت في دورة أبطال أفريقيا من فريق سيمبل تنزاني مجموعة غريبة مجموعة ممكن نشوف فيها نتائج يعني سيمبل تنزاني بيفوز على شبيبة الثورة 3-0 في الوقت اللي بيخسر فيه من فريق فيتا كلاب فواضح أن كل نادي بيكون عامل حساب الفريق الآخر بشكل جيد جدا وكمان بينتهز فرصة اللعب على ملعبه وسط جمهور طبعا إزاي حراك شايف بقى مباراة الأهلي وسمبة في ظروف الحالية أهلي أربع نقاط ضغط لقاءات طبعا هتبقى في القاهرة إن شاء الله هتبقى يوم السبت القادم إن شاء الله المباراة دي مباراة الأهلي وسمبة دي اللي جاية هي اللي هتأهل الأهلي لل الأهلي أربع نقاط لو فاز هي بها سبع نقاط خلاص الأهلي تعتمل كده إن شاء الله أقرب من التأهل لدور رأيك في شكل جديد لدورة بطالة أفريقيا إن الاتحاد الأفريقي بيحاول إنه هو ينظم هو دايما الاتحاد الأفريقي بيقلد الاتحاد الأوروبا ما هي المفروض المسابقات للعالمية لنفس الشكل وأنا بص أنا سعيد أكتر حاجة سعادتني في هذا الموضوع إن الاتحاد الأفريقي زبط البطولات وكل الأمراض اللي كانت في منظومة كرة القدم الأفريقية اتصلحت وبقت على طراز العالمية يعني إحنا هنوضح للمسادة المشاهدين بطولة أمم الأفريقية بقت في السنوات الفردية وفي شهر ستة بعد انتهاء البطولات العالمية حتى لا يتأثر الأندية في الدورات العالمية بغياب نجومها لأفريقيا عكس الأمم الأسيوية اللي بتقام حاليا وبالتالي نادي زيت عطنهم بيعاني بسبب غياب لعبه مع فريق كوريا الشمالي الحاجة الثانية بطولة دورة أبطال أفريقيا تبدأ مع بداية الموسم وتنتهي بنهاية الموسم عشان ما يكونش فيه إحنا كنا دايما يقولك إيه مثلا نيجي الأهلي في شهر اللي هو فيه لإما في نهاية موسم تبص لأ اللي هي المباراة الحاسمة والفصلة لإما في نهاية موسم لإما في بداية موسم يإما يكون فيه إجهاد يإما يكون فيه لسه عدم لعب مباراة دوري أه مفيش اللياقة ما اكتملتش صح فإذا هو أنا بقولك سعيد جدا أنا حسيت كده إن إحنا فعلا عايشين فيه منظومة كروية صح تحت الكورة بقى يكمل جميله بقى ويمشي مع المنظومة دي يعني حباك مصمم على لجنة المحترفين اللي تضيب بطولة الدور طبعا طبعا يعني العبء كبير على الحاجة عامر حسين لأ محرام إن إحنا بنظلمه والله إحنا بنظلمه هو إحنا بنظلمه تحت الكورة يعني مش إحنا طبعا إحنا إحنا مظلمين زي فهو إحنا إحنا تحت الكورة بيظلمه وهو برضو الحاجة عامر حسين بيظلم نفسه يعني كيف يعقل إن شخص محترامي ليه طب هقولك حاجة اسأل أي واحد في مصر قوله مين أعضاء لجنة من سبقات لو حد يذكر لك اسم تاني غير الحاجة عامر يبقى ليه كلام تاني يعني استمتعت بحوري ما حددك السياسة رضان زيادة ناقد الرياضي وعضو البرلمان المصري شرفتين وعطيني وإن شاء الله يكون فيه يعني مقابلات أكثر عشان أتكلم في ملفات عديدة وكثيرة إن شاء الله إن شاء الله أنا باهني قناة النادي الأهلي بالتطوير ده وإن شاء الله قناة محترمة وبالتوفيق دايما كابتن عمر وكل عاملين بقناة النادي طبعا بكرة إن شاء الله انطلاق البطولة العربية لكرة الطائرة سيدات اللي فتاح هيكون الساعة سبعة والمباراة الأولى هتكون الساعة تمانية ما بين النادي الأهلي والدفاع الحسني الجديدي المغربي كل التوفيق إن شاء الله لسيدات النادي الأهلي في القرى الطائرة وصلنا مع حضركم لختام الفقرة التانية مع الأستاذ رضوان الزياتي هنروح لفاصل وبعدها هنرجع لفقرة القرى العالمية ترجمة نانسي قنقر